طيب خلينا نقول إن في ناس كتير زعلانة إن لما عرفتني أنت أخت أحمد ميكي طب ليه ما بتشتغلش ليه هو ميش بيسعيدها هل أنت من الناس اللي زعلانة دي؟ لا بجد لا لا واش تسألها الكلام ده أو تبا؟ لا أزعل ليه أزعل ليه؟ معلش ثانية واحدة هو أنت أختك أو أخوكي أنت بتحبيه لشغله لمنطقة شغله ولا بتحبيه هو كأخوكي أو أختك؟ لا أكيد طبعا مش للشغل أكيد الحب للحب فحتى لما أنا برد على الناس كده يقول لي آه بس ما بيبقوش في نفس المهنة لا يا أخوانا ممكن نبقى إحنا الاتنين في نفس المهنة وكل واحد عايش في العالم بتاعه فنيا لكن إحنا كأخوات طب مش لازم تشتغلوا مع بعض دفع بعض ضهر بعض مش لازم تشتغلوا مع بعض بس يساعدك يعني يعني يرشحك حا تصدقيني لو قلتلك أنا كأي ناس مكي مش بحس إن أنا محتاجة مساعدة أنا ليه يعني ما عنديش إحساس إن أنا محتاجة حد يساعدني حد يفكر دي بقى شركات إنتاج يا أخوانا مش نجوم ومش تمثيل أنا أخوي أنا بحب أحمد ميكي جدا طبعا يا أحمد تحب طبعا اللي كل اللي احترام هو شخص محتام جدا معارفة إن هو بحب جدا جدا لكن أنا مش بتكلم كشخص أنا بتكلم معمومة أنا لو أنا أخوي ماسك منصر لو أنت يا مفيدة آه دي نهارك حاجة قاعد على مكتب ودندر أنا عايزة لا ما عندناش الحتة دي ليه يا إناس؟ مش موجودة في شخصياتنا مش موجودة مش موجودة عندنا في حاجة اسمها أقول لما يتكلم لك مش هتكلم لأي حد هيكلم لوحدة شاطر قوي حلوة قوي لما هو يبقى عايز يعمل ده هيعمله يعني أصليتي بسانية في حتة مش بتاعتي يعني هو مش بيجامل في حد مش شاطر بصي أنت بتكلميني في منطقة أولا يا مش مجاملة أصلا لا أنا عايزة أقول حاجة أنت بتكلميني في منطقة أنا أطلب أنا تركيبة شخصيتي ما بطلبش من حد حاجة خالص يعني هي دي شخصيتي حتى شركات الإنتاج حتى الميديا حتى الصحاب حتى المخرجين حبيبي حتى الممثلين حبيبي الحد ده خوكي حلوة ما أنا بقولك الطلب أنا مش في شخصيتي أن أنا أطلب نحن نعمل حاجة سوى أنا مش مستبعدها ممكن في أي لحظة في أي توقيت حيلاقي كاركتر هو شايف فيه إيه ناس هيكلمني ما تنسيش أنه مخرج يعني معلش في ثانية أنا في نقطة مهمة هو مخرج هو مين دخل الفن قبل مين أكيد أنا أنا على فكرة أنا بستغرب لأنه ناس كتيرا بقولوني مين اللي أكبر فبنبسط أوي أيو يعني لا أيو 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 عودي يقولوني هو لا 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 طبعا أنا أكبر بسامعة سنين ولين هو 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 لا لا أنا أكبر بسامعة سنين ليه هو عايش الجول إنكوش أخدأ مالك لا ما ببقى سعيدة عارفة لما بلاي الناس هو على فترة لما بلاي الناس مثل أخبطة مين أكبر ببقى حسك اللي هو طب الحمد لله الكبير أول سنة دي كل الناس أجمعت إنه هو عاد الكوميديا الحمد لله بقية مرة تانية وإنه هو عمل نقلات مختلفة وإن أحمد ميكي في قمة نعمه الحمد لله ربنا يدمها نعمة أنت أكتر حاجة يعني عجبتك في المسلسل أو أكتر حلقات عجبتك أو أكتر شخصية من اللي هو بيعملها الشخصات الكتيرة دي لا لو هتسأليني طبعا أولا ردي هيبقى فعلا مجروح يعني محبة وأخوة وحاجات كتيرة هيبقى ردي لا كمشاهدة مش كأخر لا أنا بعشق كراكسر حزلقوم حزلقوم بحيث إنه هو افتكاسة فنية كوميدية صعب على أي نجم كوميدي يعملها